خلوني في البداية أقدم خالص التعازي في رحيل واحد من رموز الصحافة والإعلام الرياضي رحيل الأستاذ الكبير وكاتب الصحف الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض الحقيقة بالرغم من الانتماء لأستاذ إبراهيم حجازي للقلع الحمراء نادي الأهلي لأن الجميع اتفق على حب واحترامه حيث كان ضمن المئة عضو المعينين بمجلس الشيوخ في 2020 رجل قيمة كبيرة جدا جدا الحقيقة كلنا الحقيقة كلنا تربينا على إيد الأستاذ إبراهيم حجازي وتربينا على برامج الأستاذ إبراهيم حجازي دائما كان في دائرة الضوء في دائرة الضوء البرنامج الشهير الحقيقة اللي كان بيعمله كاتب الصحف الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي لوقت طويل جدا في قناة النيل الرياضة على ما أتذكر وفي قناة النهار اشتغل في كذا حتى الحقيقة ولكن في دائرة الضوء دائما كان الأستاذ إبراهيم حجازي الله يرحمه وسيظل دائما الحقيقة في دائرة الدوء وفي دائما الأستاذ إبراهيم سيظل دائما في قلوبنا وفي قلوب كل الأهلوية الحقيقة واحد من الناس وفي كل المصريين مش كل الأهلوية فقط واحد من الناس اللي اجتمع الجميع على حبه واحترامه وسيظل دائما الأستاذ إبراهيم حجازي زي ما قلت لحضراتكم رمزا كبيرا في عيون كل المصرية خالص التعازي في وفاة الأستاذ إبراهيم حجازي ولأسراته الصبر والسلوان وبشكل شخصي الحقيقة صديقي العزيز محمد إبراهيم حجازي منذ زميل لينا وانا بلعب في النديد أهلي الحقيقة كان متواجد معنا الفترة اللي احنا كنا موجودين فيها وكان لعب شوية معنا وتمرم معنا في فترة من الفترات فأعزاء شخصي مني لي محمد إبراهيم حجازي منذ الحقيقة وخالص الأماني الحقيقة لكل الأسرة الكريمة بالصبر والسلوان طيب النادي الأهلي النهاردة بالمناسبة نعى الأستاذ الكبير إبراهيم حجازي الأهلي ينعي الكاتب الصحف الكبير إبراهيم حجازي كابتب محمود الخطيب رئيس النادي والسادة الأعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الأسى الكاتب الصحف الكبير عضو مجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي الذي وفته المناية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان نتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي لأسرة الراحل الكبير ومؤسسة الأهرام ونقابة الصحفيين وإنا لله وإنا إليه رجعوا خلينا نروح نشوف لقطات من مراسم الجنازة وجود طبعا كالعادة الحياة كابتا محمود الخطيب برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دائما ما يكون متواجد في مثل هذه الأمور والأستاذ إبراهيم حجازي الحقيقة واحد من الناس اللي كان قريب جدا من الكابتن الخطيب وقريب جدا من عدد كبير جدا من الأهلوية زي ما حضراتكم شايفين الكابتن الخطيب متواجد وأسماء كثيرة جدا جدا الحقيقة في ألوسط الرياضي كانت متواجدة اليوم في جنازة الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي وحالة من الحزن من الجميع عليه لأن الجميع الحقيقة كان بيحب هذا الرجل المحترم الحقيقة هذا الرجل الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي وزي ما قلت لحضراتكم لقطات من جنازة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم حجازي رحم الله الفقيد الأستاذ والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي ترجمة نانسي قنقر بالمناسبة آخر حلقة أعمالها الأستاذ إبراهيم حجازي كانت هنا من خلال وجوده في قناة نادي الأهلي مع كابتن مصطفى عبدو وحنزيع لحضراتكم طبعا الحلقة مرة أخرى خلال الأيام القادمة في المجري المجري كانت حلقة مهمة جدا جدا لأنه أسطورة كبيرة الحقيقة فقدناها النهاردة الأستاذ إبراهيم حجازي وإن شاء الله الحلقة تزاع مرة أخرى أو تعاد إزعيتها مرة أخرى خلال الأيام القادمة